فساد يعصف بالقطع المصرفي العراقي في ظل فوضى نوافذ بيع العملة وتحكم أطراف تابعة لإيران مشمولة بالعقوبات الأمريكية بهذه المصارف موقع The National صلت الضوء على فساد المصارف في العراق بتقرير جاء فيه أنه بعد عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية على العراق كانت الآمال كبيرة في أعقاب الغزو الذي قادته أمريكا عام 2003 في أن يلعب القطع المصرفي في البلاد دورا رئيسا في دفع النمو الاقتصادي لكن بعد مرور 21 عاما تقف البنوك العراقية بمثابة تذكير صارق بالتوقعات اللم تتحقق بسبب الفساد حتى أصبح القطاع عبارة عن قصص لاختطاف الفرص والمحسوبيات والسرقة ما جعل جهود التنمية عديمة الجدوى يؤكد موقع The National أنه على مدى العقدين الماضيين لم تقدم معظم البنوك العراقية مجموعة غاسعة من المنتجات المصرفية مثل البنوك الأخرى في الدول المجاورة أو خارجها وبدلا من ذلك ركزت على مجالات أكثر ربحية بما في ذلك المعاملات بالدولار الأمريكي من خلال مزاد العملة الذي فتح الباب على مصرعيه للفساد والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال تقديم البنوك العراقية العملة الأجنبية لطهران وهو ما جعل واشنطن تحضر 32 مصرفا من التعامل بالدولار وطبقت إجراءات تدقيق مشددة على طلبات المعاملة الأجنبية لتغطية الواردات كما لا يزال رجال الأعمال المرتبطون بالسلطة يستغلون الثغرات الموجودة في نافذة بيع العملات الأجنبية التي يديرها البنك المركزي العراقي لجني مبالغ كبيرة من الهامش بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء بينما يواجه المواطنون العاديون عقبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بدءا من سحب مدخراتهم إلى التعامل مع بطاقات الاعتمال المجمدة والتصارع مع معدلات العمولة الباهضة بشكل رئيسي على معاشات التقاعد لأولئك الذين يعيشون في الخارج